ترجمة نانسي قنقر لمبدأ الشفافية ومواكبة لمسيرة النجاحات المستمرة التي استحقتها المملكة في مختلف المجالات جاء الإعلان عن صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين لتوافق مع أعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة ونشر البيانات الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين على منصة واحدة تسهم في تعزيز الصورة المشرقة عن مملكة البحرين صفحة البيانات القومية الموجزة للنس دي بي التي أطلقتها مملكة البحرين مع مطلع الشهر الحالي والتي حازت على إشادة صندوق النقد الدولي تكرس ريادة مملكة البحرين في مسألة حكمة البيانات وأيضا الشفافية العالية التي تطلع بها جميع المؤسسات الحكومية وتضافر جهودها من خلال فريق البحرين في إيجاد منصة موحدة لجميع البيانات المالية والقومية وديمقرافية ذات العلاقة وهي مؤشر جيد لريادة مملكة البحرين على المستوى الأقليمي والدولي تعاون بناء ومثمر تشاركت به مختلف الجهات المعنية في مملكة البحرين وأيضا صندوق النقد الدولي للخروج بهذه الصفحة التي ستسهم في تمكين متخذي القرار من دراسة كافة البيانات المتعلقة بمملكة البحرين بدقة عالية وموضوعية وهو ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية على مستوى العالم صفحة البيانات القومية مبشي جديد على مملكة البحرين مملكة البحرين دائما تنتج البيانات بشكل دوري حق جميع الجهات الداخلية والخارجية حكومة مملكة البحرين تعتمد في قراراتها دائما على البيانات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تنتج بيانات الحساب الختامي للدولة بشكل دوري ويكون معروض على موقع وزارة المالية تم التواصل مع فريق صندوق النقد الدولي تعرف على معايير النظام المعزز اللي هو EGDDS وتعرفنا على المعايير في الدورية وفي التغطية وقدرنا الحمد لله بتعاون مع الفريق نحن نعرض هذه البيانات في الصفحة متوفرة على جميع صياغ المتاحة متوفرة على صيغة إكسل متوفرة على صيغة SDMX حقيقة سخدمات الذكاء الاصطناعي وأيضا البيانات الوصفية موجودة أيضا في الصفحة مع إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين تكون مملكة البحرين قد استكملت متطلبات صندوق النقد الدولي لنشر البيانات حسب المعيار اللي مملكة البحرين حاليا مشتركة فيه وهو النظام العام المعزز لنشر البيانات أو الـ Enhanced General Data Dissemination Standard ومن متطلبات الاشتراك في هذه المعيار أن تكون لدى الدول صفحة شاملة للبيانات المالية والاقتصادية والديمغرافية والتي تشمل ميزان المدفوعات والأسعار الفائدة وغيرها من مؤشرات والتي يقدر من خلالها المستثمرين ووقالات التصنيف الاعتماني والمنظمات الدولية وعامة الناس من الوصول إلى هذه البيانات بشكل سلس وبشكل آني والجدير بالذكر أيضا أن هذه الإطلاق أو إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة يعتبر إنجاز كبير للمملكة البحرين حيث أشاد فيه أيضا صندوق النقد الدولي وأشاد فيه خصيصا كبير لحصائريين في صندوق النقد الدولي وقال أن مملكة البحرين مع إطلاق الصفحة راح يتمكنون من الارتقاء أكثر في معايير صندوق النقد الدولي والجدير بالذكر أيضا أن هذا الإنجاز يعتبر ثمرة عمل مشترك ما بين كل من وزارة المالية وقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والفريق الوطني للمعلومات والسكان طموح كبير وآمال أكبر يسعى لتحقيقها فريق البحرين في مختلف المجالات يسهم هذا المشروع في تعزيزها وتسهيلها من خلال استعراض كافة البيانات الاقتصادية والمالية عن المملكة أمام جميع الراغبين بالاطلاع عليها تماشيا مع أعلى المعادير الدولية في مجالات الحوكمة ونشر المعلومات جاء هذا المشروع ليضع بصمة بحرينية جديدة تتوافق ومتطلبات المرحلة في استعراض البيانات المالية الكلية والاقتصادية الضرورية التي تعكس الوجه الحضاري والمشرق عن مملكة البحرين بكل شفافية ومصداقية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين